أبدأ الحديث معك عن تجربتك كمبعوث أممي سابق إلى ليبيا وشاهد عيان على ملف حمل وما زال يحمل في طياته الكثير من التعقيدات المعوقات التي واجهتك أثناء عملك كمبعوث هل ما زالت موجودة حتى اليوم برأيك؟ هناك صعوبات لكنها ليس نفس الصعوبات هناك صعوبات في تنفيذ خريطة الطريق التي وضعناها مع الإخوة الليبيين والتي هناك من يحاول الآن أن يراها تتعثى أنت تعلمين أنه منذ مطلع العام 2020 بدأت عملية تسوية المسألة الليبية بقمة برلين الناجحة التي جارت على مستوى رؤساء الدول والتي وضعت خطة واضحة تلقفها الإخوة الليبيون وبنوا عليها ثلاث مسارات مسار اقتصادي ومسار عسكري يسمى أيضا لجنة الخمسة زائد خمسة ومسار سياسي هناك تقدم على مختلف المسارات ويمكنني أن أعطيك أمثلة عديدة على تقدم حقيقي حصلت من توحد الحكومتين إلى فتح الطريق الساحلي إلى فتح الطيران الداخلي بين مختلف المدن إلى تبادل الأسرة بين الطرفين إلى كل هذه الأمور الجيدة التي حصلت لكن هناك استحقاق جديد في خريطة الطريق هو الانتخابات التي قرر الليبيون أنفسهم أن تتم بمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء الدولة الليبية في 24 ديسمبر المقبل ولكن هناك في الطبقة الحاكمة في ليبيا من لا يريد لهذه الانتخابات أن تحصل رغم أنه في كل استطلاع رأي أجريناه ونجريه في ليبيا تشير إلى أن هناك 80% من الشعب الليبي يريدون انتخابات على الرغم من ذلك هناك طبقة سياسية موجودة في مناصب معينة وهذه الطبقة السياسية ليست مستعجلة لأن تضع نفسها تحت قرار الناخب الليبي وبالتالي تسعى بكل جهدها إلى تأجيل موعد ساعة الامتحان التي هي الانتخابات طيب إذن كما ذكرت أستاذ غسان يعني العالم اليوم كله يتحدث عن إجراء الانتخابات الليبية برأيك إلى أي مدى اليوم البيئة الليبية جاهزة لإجراء هذا الاستحقاق وهل ستعقد بطبيعة الحال هذه الانتخابات أم أنها أيضا ستواجه العديد والعديد من العقبات بالحقيقة المسألة الحقيقية هي عقبة واحدة هناك مشاريع انتخابات مقبولة وضعتها المفاوضية العامة للانتخابات بالتعاون معنا وهناك أيضا مشاريع أخرى كالمشروع الذي وافق عليه مجلس النواب لانتخابات الرئاسية مؤخرة المسألة ليست مسألة مضمون قانون الانتخاب المسألة هي مسألة الإرادة السياسية هل هي موجودة لدى منهم الآن في الحكم بأن يدخلوا في عملية تنافس ديمقراطي أنا لست متحمسا للانتخابات في كل لحظة وفي كل بلد وفي كل مناسبة أنا أعتقد أن الانتخابات أمر جلل يجب أن ينظر إليه بتأدى وبانتباه لكن في ليبيا بالذات هناك لدي احترام شديد لموضوع الانتخابات في موعدها ودعوة لجعلها تنعقد في موعدها لعدة أسباب أذكر منها أولا أن القرار اتخذه الليبيون أنفسهم ويجب علينا أن لا نقف عائقا كمجتمع دولي أمامهم ثانيا لأن هناك أزمة شرعية في ليبيا وأزمة شرعية يعني مستحكمة هناك مجلس شبه تشريعي في ترابلس انتخب منذ عشرة سنوات هناك مجلس نواب في طبرق انتخب منذ ثماني سنوات إذن من حق المواطن الليبي أن يقول أنا أريد أن أنتخب مباشرة هؤلاء الناس أو غيرهم لأني لم أنتخبهم مدى الحياة وبالتالي من حقي أن أسأل مرة أخرى إذا كنت أريد الإبقاء عليهم أم لا المسألة أن هذه المسألة الشرعية التي بقيت معلقة منذ سقوط النظام السابق هي بحاجة لحل والحل الأمثل هو بالعودة للليبيين أنفسهم لكي يقرروا من يريدون أن يمثلوهم في مجلس النواب ومن يريدون أن يروا في السلطة التنفيذية رئاسة أو رئاسة حكومة ترجمة نانسي قنقر